طيب سعدان اتواصل معاكم في محطاتنا من مدينة المناقل ان احنا في حيوة نفيع استغبال حفاوة طرحاب الكبير والصغير مارقل لنا برا سؤالنا كان اخواننا عن اول مصنع وانشاء في المناقل والمصنع ده اخواننا انشاءه كان في السبعينات اول دخول التيارة الكهربائي المصنع ده قلنا مصنع بتاع الزيوت قبل ما نعرف الاجابة الصح شنو والفايز معانا منه من الناس الشاركونا نحكي نقطة في الزيوت وماشاء الله معانا ورا ناش ركشات الزيوت تختلف يا اخوانه في الزيوت بالركشات زيت المكانات زيت اللاكل بتختلف الزيوت اب بكر شغال مكانيكي راقد تحت العربية بعدين لقى واحد سامع لواحد قاعد مع صاحبه بشكله ده كمان عنده حاجة غريبة خلاص ده ولده قاله بس مدمن يخط الزيوت ده في الصحن ياكل برغيف يتو قاعد انت عمله اولا وحلاتي اخواننا بنات المدارس ما شاء الله مسرحات بين لساتك والباندات قالوا ياخدت الزيت وياكله بالرغيف ياخدت الزيت وياكله بالرغيف هالزول بشكله صاحبه قال له والله الوده انا مدد دكتور قال له ما قال له كل يوم ياكله زيت والله بس ياكله زيت هب بكر من تحت العربية جاء ونطي قال يا دكتور شنو انت ما فاهم ولا شنو ولا تجيبه هنا نربط لي شمبر تاني لو قال له اكلوا ما ياكل وزيوت تختلف يا اخواننا ونحن سيدين نكون في ودن فيع مرحب den وقاواننا بها